وفي سياقات الخدمة العامة ناقش محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل مع وزير التخطيط الدكتور محمد تميم في مقر الوزارة آليات تنفيذ المشاريع لتسريع الارتقاء بالواقع الخدمي من جانبه استجاب الوزير لجملة المطالب التي حملها الفحل في أجندته الإدارية بهدف توفير الدعم القانوني والمالي اللازم للمضي قدما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحافظة ويشار إلى أن المحافظ يبدل جهدا كبيرة لمعالجة المتعلقات الإدارية المركزية التي تعترض أو تؤخر تنفيذ المشاريع في المحافظة نتيجة التراكم الإداري بشكل خاص